اشتركوا في القناة اكثر من كلمة ويشارك في اكثر من مجلس منهم مجلس الامن الدولي ومنهم ايضا يترأس مجلس السلم والامن الافريقي وقمة عن تغير المناخ وقمة عن المهاجرين واللاجئين ما هي اجندت الرئيس في اجتماعاته او في مشاركته في هذه الدورة اهمية هذه الدورة ربما تأتي في ضل اوضاع كل سنحية بنقول كده لكنها يعني تتأزم اكثر فاكثر اوضاع اقليمية اوضاع عالمية تذهب بنا الى ربما مخاطر وعلامات استفهام كبيرة الى اي مدى المنظمة الاممية في العام الحادي والسبعين تستطيع ان تواجه كل هذه التحديات لهذه المحاور وغيرها اطرحها على ضيفي الكريم استاذ دياء رشوان مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اهلا بحضرتك استاذ دياء خليني قبل ما اتطرق للامم المتحدة في حد ذاتها في العام الحادي والسبعين مشاركة رئيسي السيسي حضرتك طبعا طبعا ان هناك وفد شعبي سيذهب الى هناك والدعم وتأييد الرئيس ايه رأيك في الفكرة في حد ذاتها؟ طبعا يعني اشكرك طبعا لهذه الاستضافة وبحيي جمهورك الكريم ويمكن الحقيقة قبل ما نسأل عن نجاح او فشل او اهمية او عدم اهمية نسأل دائما ايه الغرض ايه الوظيفة وجود وفود مساندة لأي مسؤول رسمي خاصة سيدة الرئيسي الجمهورية في زيارات مهمة زيارته التالتة للأمم المتحدة في دور ناقاط الجمهورية العامة بتطرح دائما تساول حوالين طب الوفد ده وظيفته ايه مهم محددة يا تقصر لا بد ان تكون مهمة محددة ثانيا زيارة الرئيس لنيورك في 2014 ظروفها مختلفة عن 2015 ظروفها مختلفة عن 2016 وبالتالي يجب انه عندما نفكر في وفد صاحب السيدة الرئيسي الجمهورية لابد ان يكون لدينا مهام وانا الحقيقة يعني ما ارى انه العلاقات الخارجية المصرية المستوى الرسمي ودي اول ملاحظة لابد ان احنا ناخد بالنا منها لا يوجد تقريبا مشكلة لمصر الرسمية في تعاملاتها الرسمية مع القوى الرئيسية في العالم زيارات الرئيس السنائية سواء كانت لاوروبا دول اوروبية فرنسا المانيا ايطاليا دول اسيوية اخرها الصين الهند اليابان قبلها كل الزيارات ذات الطابع السنائي بتدينا انطباع مباشر بانه لا يوجد مشكلة على العكس يوجد درجة من التعاون على اسعادة كتيرة اسعادة اقتصادية اسعادة عسكرية اسعادة امنية تتعلق بمكافحة الانهام وبالتالي احنا ما عندناش مشكلة في الجانب الرسمي طب عندنا مشكلة في ايه وده اللي علاقة بقى بالوفد عندنا مشكلة في ثلاث حاجات واحد ان هناك منظومة من الاعلام الغربي بترى ان ما يعد في بلادنا سلبي او معظمه وهناك منظومة من مراكز البحوث الكبرى خاصة انا مكلمها دلوقتي على امريكا اللي بتؤثر تأثير مباشر على صنع القرار الخارجي والدخلي وانا يمكن الناس كتير ربما لا يعلموا عدد هذه المراكز في امريكا امريكا فيها 1850 تنك تنك 1850 مركز بحثي يعني متعصته كبير منهم على الاقل من 10-15 المركز دول رئيسيين في صنع السياس الخارجية طبعا وبالتالي اعلام مراكز البحوث ثم الجمعيات الحقوقية المهتمة بقضايا مختلفة في حول انسان قضايا المرأة قضايا الصحفيين قضايا غيروا قضايا وابرزهم في مواجهتنا هيون رايس واتش ومنظمة العفو الدولي وكمان لجنة حماية الصحفيين في نيويورك دي واحدة من اكبر اللجان اللي بتمارس دعاية كسيفة جدا ضد ما يحدث في مصر وبالتالي ذهاب الوفد يرسل يعني رسائل تقول للعكس الوفد في ذاته لا يرسل اي شيء اي وفد في الدنيا لابد ان يكون موجه للتلات دهات دي طبعا بالاضافة للكونجرس احنا عندنا دلوقتي الاول مرة السادة النواب 24 او 22 نائب بيرافقه السيد الرئيس وكما يعني اذيع انا معرفش التفاصيل انه هناك ترتيب للقاءات مع اعضاء في الكونجرس طبعا المسألة دي المسؤولة عنها اكيد مجلس النواب اكيد مجلس النواب يعلم جيدا ان في انتخابات تجديد نصفي للكونجرس يوم 8 نوفمبر نص خارج نص الشيوخ ونص النواب وبالتالي هم حيقابلوا الخارجين ولا الاعدين ولا الاقرب للقعاد حيقابلوا الاستفارز اللي هم المساعدين دي مسألة تخص مجلس النواب لكن التلات جهات اللي انا بتكلم عنها الوفد اي وفد مرافق السيد الرئيس لابد ان يضع في اعتباره انه سيفكك اي شيء يتعلق بصورة سلبية المصر في التلات مناطق دي مش في المنطقة الرسمية المنطقة الرسمية انا بقول لحضرتك لا يوجد فيها تقريبا مشكلة فيه ملاحظات ربما للادارة الامريكية لكن حجم التعاون مع الادارة الامريكية ودي مش زيارة للادارة الامريكية دي زيارة لنيورك مش زيارة رسمية الواشنطن واشنطن العاصمة دي زيارة للامم المتحدة وحتى الفيزا حضرتك الزملاء يمكن خدوا بالهم المسافرين هو ياخد فيزا خاصة بالامم المتحدة مش بالولايات المتحدة وبالتالي الوفود اللي بتسافر انا بقول غالبا مفترض ان تضع في اعتبارها ترتيبات مسبقة مع الجهات الثلاثة الجهات الثلاثة وانا دايما في نظرية اعتقد انها صحيحة في الدبلوماسية الدولية سواء الشعبية او الرسمية هي اسمها اقتحم من يعاديك لا تبحث عن من يواليد بس خلينا صرحة استاذ دياء يعني دي مش اول مرة الحقيقة يصاحب الرئيس وفد يقول ان مهمته دعم وتأييد الرئيس في هذه الزيارة ليست اول مرة وبالتالي من التجارب السابقة ممكن جدا نتوقع بسهولة اقول ممكن مش اكيد نتوقع ان هذا الوفد يعني سيعود كما ذهب يعني ربما كلمات هنا وهناك مش عارفة حتى يكون في تواصل مع السالة عليم ولا لا الغربية بمظاهرات بهذا النوع وبالتالي لا تتحقق المهمة الاساسية والدور الاهم لحضرتك ذكرته شوفي انا الحقيقة مش عايز اظلم الوفد ولا قبل في دوره انا لا اعلم اي تفاصيل بكل ما قرأته حاولت اعرف بكل ما استطيع يعني من قدرة على الاراية عشان اعرف ايه الترتيبات ايه جدل الرئيس الجمهورية قاعد اربعة تيام والوفد وصل النهاردة وبالتالي عندهم لغاية يوم الخميس في جوه مزدحم جدا نيويورك فيها الاف او عشرات الالاف من الناس هل كم ترتيب ما بين اعضاء الوفد والقطاعات الاربعة الكونجرس الملاكز البحوث الاعلام الملاكز الحقوقية ولا ما تمش معرفش اكيد مش دور الوفد انه هو يحايل رئيس في دخوله واخره اكيد اي وفد ده مش دوره ده اطلاقا ده دور الجاية المصرية اللي موجودة هناك وعندنا عدد كافي من المصريين اظن مش بس في نيويورك في نيجيرسي جنبها يعني المصريين كتير ومنظماتهم قادرة على ده الوفد دوره انه هو يفكك ما يواجه مصري في الخارج انا كم ممكن اتصور بالاضافة لتشكيل الوفد انا معرفش طبعا تفاصيل مين اللي راح ومين هو مسكل باجمالا يعني من اعلاميين ومن اعضاء مجلس النواب ومن بعض الفنانين يعني تركيبة رأيناها سابقا يعني ربما يدين عليهم نواب طب انا انا اتخيل مع حضرتك مشهد اضافي احنا عندنا اربع اسماء في مصر والاربعة اعضاء في مجلس الاستشاري العلمي للرئيس الجمهورية السيد الرئيس عفتاح سيسي مشكل تخليوا اسماءهم موجودة في نيويورك مع الرئيس السير مجدي عقوب هو بيتقال سير طبعا هو واخد هذا اللقب لانه رجل اللقب مجلس اللورداد هو سير في البلطان الدكتور مصطفى غنيم الدكتور محمد غنيم الدكتور مصطفى السيد والدكتور فاروق الباس انا بتكلم على الاربعة من كبار علماء مش بتكلم في السياسة بيتكلم في علماء لهم ازرع الدكتور غنيم الدكتور مجدي عقوب كانوا اعضاء في لجنة الخمسين تشرفتوا بصحبتهم في لجنة الخمسين لعدادة دستورة والاثنين مع الدكتور فاروق الباس مع الدكتور مصطفى السيد علماء معترف بيهم ولهم مكانتهم وانا مش عايز اقول يردوا على سين اوساط بعض الاسماء تتردد في الاعلام من بعض الاعلاماء السغنطاطين اوي اللي بيتكلموا الوقت في السياسة اوي لا يزيدوا عن تلامز تلامز الدول وجود دول اضافة انا مش متأكد اذا كانوا موجودين او لا يعني ما قارتش اي حتة اه يا حياة كل المعلومات بتقول لا ان هما مش من ضمن الوابط ده اظن انه لدعم اي زيارة للسيد الرئيس بان هذا بلد ينجب علماء وان هؤلاء العلماء الكبار اللي هما على مستوى العالم متوجين يؤيدوا سياسات هذا الرئيس وهذه الدولة وانهم يقفوا وراء بلدهم بكل ما يملكوا مجد يعقوب سبلندن بكل ما فيها من ما يمكن ان يحققه من مجد ومالك هياتي الى اسوان عشان يعالج اطفال الصعيد واطفال مصر من القلب دي رسائل انا اظن انه وصولها مع فاروق البازي اللي موجود في ناسا وفي صافة السيد اللي موجود ما عرفش فيه ودكتور غنيل موجود في المنصورة انه بنعمل بالاضافة للمحترمين اللي راحوا اللي انا ملاحظك ما عرفش تفاصيل الاسماء كم ممكن يبقى فيه اضافة اخرى ننتظر لقاءتهم انا اظن انه لو ما حصلش مقابلات واضحة مع وسائل اعلام امريكية المعادلة يعني النيورك تايمز قبل الواشتون بوست ال 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 وفوكسي نيوز قبل ال سي بي اس او ال اي بي سي او ال بي بي سي اللي حيشوف ال بي بي اس اللي حيقبلها الرئيس المنظمات الدولية زي وقلت حصاتك الهومان رئيس ووتش انه لازم يوعد معها التربيزة ويقوله انت تكتب عن مصر واحد اتنين تلاتة ومعلوماتك غير واضحة في هذا المجال كمان انا بعض الاسماء المصرية مش هذكر عشر محل البقية ما زعبوش مني لكن اللي بيشغلوا مواقع مهمة في منظمات حقوقية مصرية كبيرة وينكي بعضها من اقدم ان ما يكون اقدم المنظمات وبيشغلوا مواقع مهمة في اللجنة الدولية الحقوق الانسافة دي نقطة مهمة لانه يقدروا يتعاملوا مع منظمات حقوقية دولية لم اقرأ اسم واحد بعضهم اعضاء في مجلس القوامة الحويل الانسان وانا اثق تماما مش بس في قدرتهم كمان في انتماءهم لتلاتين يونيو وخمسة عشرين ناية وقدرتهم واكتر مصدقية لان حادثك عارف انه اكتر يعني معظم الاتهامات الموجهة لمصر تتعلق بملف حقوق الانسان وبالتالي وجود رموز حقوقية يعني في الوافد ممكن تكون اكتر قدرة على التواصل مع هذه المنظمات انا اظن ده وخاصة اقول لحادثك ان بعض الاسماء لها مكانتها الدولية اعضاء في تجمعات حقوقية دولية كبيرة مسموعة قدروا يؤثروا لهم مصدقية حادثة زي محادثك قلتي وبالتالي دي طريقة التفكير في اظن التي يجب ان تكون ما يحدث انا معرفش طبية ليه مش موجودة تعتقد فيه تعمد ولا هو يعني غابت عن بال المنظمين ثم انه مين برضو المسئولي يعني احنا نوجه المسئولية لمين المؤسسة الرئاسة تقول انا لا علاقة بي باي طرف في سافر مع الرئيس غير وفد الرئيس يعني الرئيس كروء الخاص بالرئيس انا يعني مش عايز بس اقول لحاجات تبدو بشكلها غريب معروف من 71 سنة ان ما عاد الجميع العامة الامم المتحدة هو في نص ستاني من سبتمبر في 18 و 19 و 20 تالت تلات يعني تالت تلات من سبتم تالت تلات تلات تالت تلات يصادف في 20 و 18 و 17 ده معروف من 71 سنة 늘 رئيس افضل السيسي راح السنتان اللي فاتوا في نفس المعارد وإحنا عارفين من السنة اللي فاتت أنه رايح السنة بإذن الله يعني ساعتها من قد من المشيئة أنا أصنق أن الترتيب كان يبدأ قبلها على القلب 3 شهور أتليست يعني إلا له فكر دائماً ليلة الوقعة الوقعة هتحدث وإحنا عارفينها ده كان يدي فرصة ربما لطريقة التفكير عضيك ورميتي بنتبادلها دلوقتي أنه نشوف مين ينفع فين مين ينفع إيه ومين يعمل إيه ويكلم مين ويقوله إيه بالضبط مش يعني فكرة الدعم اللي هو يعني دعم فيه عواطف أكتر منه في مواقف طيب نقطة علشان أختم هذا الملف وأنتقل ليه ملفات أخرى إذا لم يحقق أي وفد مصاحب لرئيس في زياراته سواء دي أو كان فيه في برلين برضو وفد مصاحبه في إيطاليا وما إلى ذلك لم يحقق هذه الأهداف حالي تتكلم عنها هل يعني نحرز هدف في مرمانا بنجيب جنف نفسنا بمعنى أنه إحنا الفكرة كانت فكرة عظيمة والهدف منها هدف نبيل وجميل لكنه لم يتحقق بل على العكس أسأنا إلى أنفسنا بسأل السؤال ده لأن الحياة في متابعة بعض أقول بعض وسائل الإعلان الغربية شافت في هذا التحرك تعيد كبير وشافته خصما من قوة مصر وقوة الرئيس السيسي في زيارة زي زيارة نيويورك ربما ده كان مرتبط ببعض زيارة خاصة ألمانيا لما حصل بعض الوقاعة أنا لا أحبش مهتم قوي بالرد فيها الإعلام الغربية قد يكون سلبي إنه سلبي فهيضيف سلبية على ما يرى من سلبيات لكن أنا متابعة حاجة تانية أنا في أي شيء في الدنيا علم السياسة زي علم الاقتصاد هو علم الموارد الندرة الاقتصاد هو كده بيعرفون عندك شوية موارد ندرة عايز عندك احتياجات كتيرة عايز تأكل كتير وعندك أكل قليل السياسة مواردك ندرة بما فيها الأفراد الأفراد عدد نادر الوقت نادر إزاي تستخدم الموارد الندرة في أديق وقته أقل حدود عشان تأمل أكبر أهداف لو ما عملناش ده يبقى إحنا اللي بنضيع مش بس فيه سلبيات يبقى إحنا بنعمل مشكلة تتعلق بفرص يعني في فرصة جات لغاية عندك تستطيع أنك أنت تبدأها وأنا عايز أقول لحضرتك الإعداد يبدأ من القاهرة يعني حضرتك إحنا كلنا نعرف أنه في عندنا مشكلة كبيرة جدا مع الإعلام ومع مركز البحوث الغربية أنا مدير مركز أبحاث وأعرف مركز البحوث كويس وأعرف أنه مثلا مركزين الرئيسيين في أمريكا في مركز كتير لكن في مركزين الرئيسيين لهم فروا في الشرق الأوسط مركز كارنيجي موجود في بيروت وبروكينجز موجود في الدوحة وبقية المركز سواء مير إيست أو الهيريتج كلها لها ما بين قسين من يمثلها في الشرق الأوسط وكل الجرايط الأمريكية ومحطات التلفزيون معظمة كبيرة لها ممثلين في القاهرة الإعداد يبدأ من دولة من الممثلين المحليين لترتيب لقاءات نورك تايمز فيها كتاب كوبار فريد جاكريا توماس فريدمان فيها هيئة التحرير كان مفترض أو لا زال ما عرفش إليه يتم إنه يبقى فيه ترتيب للقاءات تبدأ من ثلاث شهور مش من النهاردة بزايد إضافة الأسماء اللي قلتها لحضرتك طبقى نقطة أخيرة يمكن دي جات زهرة في ألمانيا أكتر يمكن في أمريكا تبين أقل لك إنها مهمة إحنا كان عندنا حاجة أسماء المدرسة الألمانية في مصر على فكرة لها أكتر من 25-30 سنة ما عرفش استفيد بيها أدي إيه في زيارة الرئيس لألمانيا من خارجيها عندنا من 600 بعثات لألمانيا خادت دكتورهات وحصلت على شهادات ما عرفش تامل استفادة بخارجي الجماعات أمريكا بقى عندنا عدد هائل من الحاصلين على الدكتوراه خاصة في العلوم الطبيعية والعلوم السياسي هل دول حد تواصل معهم على تبار أنه نشوف يعني نقدر نستفيد بأسدتهم وزملائهم ومعضاء في جماعيات خلي بالك نال مهنية هل ده تم؟ سأترك هذا الملف مفتوحا بسؤال حضرتك يعني هنختم الملف بسؤال المطروح هل ده تم؟ الإجابة مش عندنا طيب ننتقل لي الشق السياسي أكثر في اجتماعات الجماعية العامة الرئيس زي ما قلت في البداية يعني لي أكثر من كلمة هيلقيها كلمة مصر أمام قمة اللاجئين والمهاجرين دي مفترض أنها بكرة كلمة مصر أمام الجماعية العامة يعني الفعاليات بقى نفسها واجتماعات نفسها تكون يوم الثلاث ويوم الأربع يشارك في قمة مجلس الأمن الدولي دي هتكون حوالين الشرق الأوسط وخاصة سوريا كمان بيترقص قمة مجلس الأمن والسلم الإفريقي على هامش أعمال الجماعية ويترقص لجنة الرؤساء الأفريق الخاصة بالتغير المناخ ودي كمان مش أول مرة في رأي حضرتك دكتور دية يعني الشواغل أو أهم ما سوف يأتي في أجندة الرئيس في طرح كلمات مختلفة في قضايا مختلفة في نيويورك طبعا ممكن إحنا نتعلمنا بحاجة كده في شغلنا أنه مش مهم أو مش مهم قوي أنت حتقول إيه المهم حتقول إيه إمتى بمعنى أن السيد الرئيس ممكن يقول نظر مصر في قضايا دي هي نفسها من سنتين أو بعد سنتين قد لا تكتسب نفس الأهمية النهاردة إحنا عندنا القاتش عشان نبقى عارفين الرئيس رايح في ظروف شكلها إيه واحد أن الرئيس أوباما مع نص عضاء مجلس الشيوخ والنواب ينهو فترتهم من 8 نوبمبر تالي أمريكا الإدارة والكونجرس يتغيرا إلى أين لا أحد يعلم اتنين من روسيا النهاردة كان فيها انتخابات برلمانية وبوتين حزبه قرب على 45% تلاتة تحدي أوروبي خرجت منه بريطانيا وبتكمل خروجها أنا بتكلم على مشهد الغربي نجي ندخل على المشهد الشرق أوسطي ومعه المشهد الآسيوي المتاخملي عندنا ما يحدث طبعا مستمرا في سوريا والعراق من تنظيم الدولة أو داعش ما راح يتصاعد في ليبيا ثم أخيرا المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية اللي هي أولنت من شهرين ومصر بتؤيدها كل دي قضايا بتيجي الرئيس السيسي حيلقي كلماته أو كلماته في هذه المؤتمرات الزكارتية وكل واحدة فيهم كل قضية من دول متأثرة بتمتغير من دول مثال الإدارة الأمريكية مشلولة ستظل مشلولة إلى 20 يناير لما الرئيس الجديد يستلم موقعه ويفضل من 5 إلى 6 إلى 7 شهور يجرب نفسه مع الكونجرس الجديد اللي لسه ما نعرفش أغلبيته رايحة فين وبالتالي حيبقى قراراته وقفة تقريبا في كل الأضايا بما فيها الأضايا الفلسطينية اللي هي قضية الشرق الأوسط ووقفة كمان فيما يخص داعش اللي إذا كان بعض القرارات اللي سابتة حتى تتواصل وكمان بالنسبة لسوريا وبالتالي فيه لاعب حاضر غائب مصر حتطرح رؤيتها وأنا أظن ده مدرك من القيادة المصرية يعني زيارة الوزير سامح شكري لإسرائيل وبعض الناس انتقادهم أنا رجل شخصيا مناخد تماما للتطبيع تماما على مستوى الشخصي ومستوى المهني ومستوى النقابي لكن أنا لا أقود وزارة خارجية وزارة خارجية ليس من أهدفها من قومة التطبيع أو تأييده وزارة خارجية بيؤدي عمله عمله أن يقابل وزارة خارجية آخرين أو رساح حكومات وبالتالي لما راح وزارة خارجية هناك ده كان إدراك مصري للفكرة اللي بقولها أن الإدارة الأمريكية الآن لا تستطيع أن تتدخل في موضوع الشرق الأوسط أو سعر بإسرائيل بقوة لأنها بترجع والفرنسوين فاهمين ده فطرحوا مبادرتهم دلوقتي عشان فيه وخليها بها لحظة المبادرة ما فيش فيها أمريكا مصر موجودة وبالتالي ده توقيت لما هتناقش فيه القضايا دي في مجلس الأمن الرئيس أنا أظن أن الرئيس هيركز أكتر على الحلول ذات الطابع الجماعي الولايات المتحدة الأمريكية طول الوقت بتحبش ده هي بتحب المبادرات المفاوضات السنائية إسرائيل تقعد مع الفلسطينيين فلسطيني مصر تقعد مع الإسرائيليين ده من السبعينيات ده ليه المسارات المتعددة آه المنهج ده فأنا أظن أنه يعني ظرف من الظروف اللي قلتها أنه أمريكا نسبيا بسبب انتخاباتها غيبة ده حيشجع على مبادرة مصرية أثنين أمريكا كمان في سوريا عندها مشكلة دلوقتي مع تغيير الإدارة وكمان المجموعات تحديدا ذات الطابع الإرهابي ابتدت في سوريا تتراجع النظام الجيش السوري والأحداث الأخيرة يعني أنها استهدفت الجيش السوري في دير الزور وطبعا روسيا يعني مستغلة هذا الموقف في شكل جيد جدا وتفريحات عدائية جدا وفيه رجوع الآن لإقرار عام يمكن بالفكرة المصرية للرئيس أكيد حيطرحها أنه لا حل إلا سياسيان في سوريا وأنه لا يوجد تغيير في النظام إلا بفترة أنتقالية طبعا نفهم من كلام حضرتك أنه محددات السياسة الخارجية المصرية كما سوف يطرحها الرئيس أتحدث طبعا عن ملفات الخارجية لاستحنيجي للداخل محددات الرؤية رؤية مصر لقضايا منطقتها وقضايا العالم ستظل كما هي يعني مفيش تغيير في محددات السياسة الخارجية في القضايا دي مظبوط شوفي من حسن الحظ أنه آه يعني السياسة الخارجية المصرية برغم كل التغيرات اللي حدرتك كلمتنا عنها بالعكس هو سبات السياسة الخارجية في ظل موجود متغيرات لصالحك ميزة بمعنى أنه انسحاب معقد أمريكي سواء من السياسة في الشرق الأوسط عموما وأنت كنت مشتبكة مع الولايات المتحدة مثلا فيما يخص حضية سوريا أنه لأ لابد من رحيل الأسد الآن أنت تقولي لأ ده يدي قوة لوجة نظرك اللي أصبحت الآن تقريبا مقبولة من كل الأطراف أنه لا بقاء مستمرا لبشار الأسد لكن لا رحيل فوريا لبشار الأسد لا في مرحلة انتقالية لابد أنها تدار على سواء والتالي لا ده ده ميزة أنه يبقى عندك رؤية واضحة مستمرة طول الوقت بالبلد بتزني عليها تيجي فرصة الرؤية دي مع الظروف المناسبة اللي أنا شايفها دول يعني إقليميا ودوليا رؤيتك قد تكون قبل للترويط ممتاز الداخل يعني عبر أي آليات سيتوجه السيسي إلى العالم بما أنه طبعا يعني كل العالم هو من يستمع ويتابع هذه الفعاليات فيما يتعلق به قضايا الداخل سياسيا واقتصاديا وهو يعلم بالتأكيد أن هناك ملاحظات واتهامات وانتقادات توجه إلى قطاعات معينة في السياسة الداخلية في مصر شوف حضرتك مرة أخرى بأكد على معنى بنقوله طول الوقت إحنا برضو في الدراسات السياسية الدراسات السياسية لا تتعلق أبدا السياسة دينا أنا قاعد دلوقتي وقدمها الماكدة والكوباية دي العالم أعتبر العالم أنا أول مواطن وإنت حضرتك الحكم الدولة إذا أنا كمواطن شفت الكوباية دي عبارة عن تلفون محمول لازم تتعامل معها على أنها تلفون محمول ما تصريش على أنها كوباية الحقيقة أنها كوباية بس الإدراك إحنا بسميه الإدراك الإدراك الصورة الصورة هي الأصل في العالم الحديث والقديم وفي كل حد في كل وقت فيه تفاعل بين كينات بشرية بتبقى فكرة تصدير الصورة الغلط أو الصح هي الانتصال في المعركة ما يحدث الآن عن مصر هو أن هناك إدراك والإدراك ده أنا قلت منابعه التلاتة مزبوط المنابعه جاية من التلاتة الإعلام الغربي المراكز المحوص الغربي مش كلها طبعا ولا كل ده لكن الجزاء الكبيرة منه زائد منظمات حول الإنسان صدرت صورة عن داخل المصر هذه الصورة باليقين ليست كلها زائفة لكن باليقين هي ليست كلها حقيقة هناك ملامح بتخلي اللي حيقعد مع رئيس إيساء وحيسألوا لو قد عام المسؤولين أو يسألوا في مؤتمر صحفي متأثر بوقائع بعينها بأنه هناك وقائع تم تضخمها هي حصلت لكن تم تضخمها أو وقائع حصلت ومحدش رد عليه محدش رد من الحكوم غياب المعلومات فيما يعتبر فيما يعتبر فشل فيه إدارة ملف معين عارف أنه عنظار الخارج تتوجه إليك حتى بدون فكرة أنه عنظار الخارج تتوجه هو ملف يصير حساسية ما كان لابد من إدارته بشكل مختلف شو فندم كتير من الصور المدركة عننا خارج مصر خاصة في مجالات حوال إنسان والحوال السياسية وكذا مؤتمد على أن هناك مصدر واحد للمعلومات هذا المصدر الواحد هو صاحب المصلحة المضادة لما يحدث الآن في مصر بالبلدي الإخوة المسلمين وأنه الطرف الآخر المسمى بالدولة بيمارس خطيئتين الخطيئة الأولى أنه لا يتحدث أبدا مهما حد قاله قول المعلومة المعلومات ببلاش مش بفلوس الخطأ الثاني ارتكاب بعض الصغائر اللي بتكبر حد عضيك مثال بسيط نحن مبارح حصل أنه محكمة الجنيات في القاهرة منعت التصرف في أموال بعض من الزملاء المتعمين في قضية التمويل الأجنبي للجماعات الآن جمال عيد من ضمنها جمال عيد وحسن بها حسن بها 19 أمريكي وخرج الناس منهم بكفالة وناس هربوا عشان بفكر نفسنا اللي هربوا وبكفالة حالياً في أمريكا يعني موجودين في مواقع نفسها نفس الأشخاص واللي تمنع من التصرف في أموالهم دول زملائهم في القضية والرئيس الآن في نيويورك وبالتالي التوقيت هذه القضية بيلقي لمن يريد أنه هو ينتقد أو يتحدث مع الرئيس بيش هقول بيش يفكر في هل دي سلطة قضائية ولا سياسية هل تقصد المعهد الجمهوري والمعهد الديموقراطي طبعاً والأشخاص نفسهم المتهمين اللي رجبوا الطيارة أو كانوا مش موجودين واللي دفعوا للمليون جنيه كفالة موجودين هناك وعادي أنت تذكر بس الأمين عام الأمم المتحدة ذكر اسم أحد الأشخاص اللي منهم متصرف في أموالهم في وقعة سابقة اللي الرئيس رايح ضيف عنده صحيح دي بقى وقعة اسمها اختلاق وقعة كان ممكن التصرف فيها بألف طريقة قانونية بما فيها أنه القضية يتشاف لها تصرف تاني قانوني أو المحامين طلبوا التأجيل أنا بتكلم في حاجات إجرائية هايفة لكن الآن أنت بتلاقي نفسي خلقتي خليتي المج بقى موبايل خلقتي وقعة صغيرة اللي قدامك هيتصرف فيها فالحل حاجتين واحد أنه كل ما هو وقاع صغيرة يمكن أنها تكبر يتم حلها وإنهاءها فيها مجموعة من الأضايا السياسية والأضايا الجنائية هي لا تؤثر كثيرا على الأمن القاومي للبلاد ولا تؤثر كثيرا على مصار صورة 25 و30 ويجب اتخاذ إجراءات قانونية يمكن أبرزها اللي اتقال قبل كده وسيد الرئيس وعد به وأنا الحقيقة أدعوه مرة تانية لإنهاءه هي قضية الإفراج عن مجموعة السيد الرئيس في آخر الحوار له مع الثلاثة زملاء رؤسيات حيث صحاف القاومية ذكر رقم 300 محبوس حيثروه برع الحوار ده أكتر من شهر صحيح فحوارنا مع الرئيس فأما كنا في حوار المثقفين من شهر مارس الماضي كان أيضا هناك وعد رئاسي لم يأتي المية بيبقوا في الإعلام الغربي ألفين الأمر التالي اللي أنت بيقول لي يصلح الصورة دي مين في مصر راغب أنا أسأل أي مسؤول في مصر أي مسؤول على الإطلاق آخر مرة قابلت مراسل حد فيه كوآبل مراسل أي صحيفة أمريكية في القاهرة كان إمتى وأنا أقول لك الإجابة لم تحدث بإطلاقا على لسان أي مسؤول في مصر وانتح لإسمه أي حد بيتركه يعيس فسادا يكتب كما يريد يستمع لأي مصدر يوضع لأي قهوة يكتب اللي عايزه لك ما فيش مسؤول يعبره يقول أنت خلص يعني بالبلد يشرب أنت مش معبره هو مش عبر يعني هاختم برضو الملف ده بالجمل الصادمة القوية لحياتك تلهانا وأستاذ دي أنتقل لي أنا قدامي وقتي يعني بيخلص بسرعة جدا قدامي ثلاث ملفات عايز أتكلم فيها هناك لقاء محتمل طلبته حملة كلينتون الانتخابية بين كلينتون وبين الرئيسي السيسي بداية بتشوف الطلب إزاي يعني إحنا أمام انتخابات رئاسية طبعا لكلينتون وبالتالي هناك حسابات سياسية ما هي الحسابات السياسية لدى كلينتون ويعني هل اللقاء هو أو مش أول لقاء طبعا بين السيسي وبين كلينتون وقتا كانت وزيرة خارجية في وقت صعب كانت بتعيشوا مصر بعد 30 يونيو هل ممكن أنه يفتح صفحة جديدة لتحسن العلاقات هي ليست في أحسن صورها طب أنا مش عارف بس سريعا عشان عنديك ملفة تاني مصر دا يوليكي كيف تسيير السياسات في الدول الرشيدة أحدهما سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو مش بتأكد لكن هو بيجاهز ملفاته إذا بقى رئيس إنه إذا بقى رئيس هناك دولة الأكبر حجما في الشرق الأوسط الأكثر تأثيرا الأكبر تسليحا المنخرطة أكثر في كل صراعات الشرق الأوسط 72 سنة اسمها بصر رئيسها هو يحبه أو يكرهه كان معاف تلاتين يوني ولا كان ضده كلينتون كانت مع الإخوان أو زي ما بتهمها ترامب كانت متهمة بدعم الإخوان وقت تلاتين يوني كل دي أمور بتتحط على جنب لكن الأهم إيه أنه هناك احتمال أن تكون رئيسة الأوليات المتحدة الأمريكية هي أو ترامب فيجب أنه في فرصة وجود رئيس السيس هناك أن يقابله وأنه يستمعوا منه وهم مرشحين للرئاسة لم يحدد طول كده تقصد أنه ترامب كمان هيقابل الرئيس طبعا طبعا معلومة مؤكدة 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 وليد فارس لكن غير مؤكدة أنه الرئيس هيقابلهم ولا لا لا أنا تقديري وأنه لو كنت في مكان نصح الرئيس يجب أن يقابلهم أنا أصد أنه لم يتم الرد أظن أنه هيقابله وأظن ذكر على رسال حملة كلينتو قبل ما يجل حضرتك معاد بكرة أظن ساعة تابليه ونصة 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 صباحا وترامب بعد الدور يوم الاثنين يعني بتشوف أنه اللقاء هيأتي في إطار أنهما اثنين مرشحين رئاسة بنقابل مصر دولة محورية ورئيس مصر هنا لا يترك ما فيش مسؤول أمريكي كبير ما يقابلش رئيس مصر اللي أنه مصر لاعب رئيسي في المنطقة وبالتالي هم عايزين يعرفوا ويسمعوا الرئيس كمان ما لديهم إذا أصبحوا رئيساء أو أحدهم أصبح رئيسة طبعا السؤال ده يعني خلاص يعني أصبح لا محل له الآن لكن كان البعض بيقول أنه لو لم يكن هناك لقاء مع ترامب هل ممكن يفهم ده أنه تأييد لكلينتون في الانتخابات أنا متأكد أنه فيه طلب بتقدم من ترامب ومتأكد أنه يعني ما قرأته لبل ما يجب مصر أنه هناك لقاء ولا أظن أنه رئيسة المهورية المصرية يغيب عنها مثل هذا المعنى مستحيل سيد الرئيس إذا طلب المرشحين أنه يقابلوه أنه يقابل واحد بس قط عامل حيقابل الاثنين كمان مش بس عشان المحبة أو العداوة لأنه مصلحة مصر تقتلي هكذا نحن نضمونيش مين حقيقة الرئيس صحيح فإحنا نختار كلينتون في الصيدة كلينتون يبقى مصر أضرت بمصلحها اجتماعات الجمعية العامة دورة الواحد والسبعين استزدية بتشهد الظهور الأول لعدد من القادة الدولية الظهور الأول لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي لميشيل تامر نائب يعني الآن أصبح الرئيس المؤقت ليل برازيل بعد ديل مغساف وهو أيضا الظهور الأخير الإطلالة الأخيرة لباراك أوباما الإطلالة الأخيرة لبان كيمون الأمين العام في حد ذاته في رأيك أنه أهم الكلمات سوف تأتي من من علينا أن نتبعها نصغي جيدا يعني لله يقولوه يعني يشوفي طبعا هو أنت عارف الجمال العام يتحدث فيه كل الرؤساء تقريبا يعني 119 دولة لكن بالتأكيد الرئيس الأمريكي الراحل عن موقعه عن البيت الأبيض باراك أوباما حيبه فيه أهمية خاصة لكلمته لأنه حيعطي فيها خلاصة 8 سنوات من حكم أمريكا وقات العالم أكيد تريزا ماي لها أهمية جديرة جدا هي الآن تقود بريطانيا المنفردة بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي اللي هو مهدد الحقيقة دلوقتي ده موضوع آخر لكن لازم نقوله أن الاتحاد الأوروبي نفسه بعد خروج بريطانيا هناك تهديد حقيقي لأنه أنه فكرة الاستفتاءات تتتابع فالاتحاد السبعة عشر وعشرين وعشرين دولة يفكه قطعا المعسكر الثاني بقى المعسكر الشرقي الرئيس الروسي أو الرئيس الصيني كلمتهم دي بقى اللي بتأثر في العالم كي احنا جزء من العالم لكن لا نشعر بهذه الأهمية لأن العالم بيحكمه الاقتصاد بيحكمه السياسة الخشنة زي ما بقوله والنعمة الاقتصاد في العالم صراعاته أساسي فيها الصين السياسة الخشنة أو النعمة في أوكرانيا أو في غيرها من المناطق المتاخمة ما بين أوروبا غربية والشرقية روسيا لعب رئيسي فيها وبالتالي يمكن العالم حيسمع حاجة يشوفها مهمة أوي أنا شايفها مهمة معا يمكن احنا في مصر هنا هيبقى يعني سوطة نخافة بالنسبة لنا حيث يردين بالنا أوي إلا لما الدنيا تولع لكن أنا أظن أن دول عموما اللي هيبقوا مهمين كلمات الرئيس السيسي فيما يخص الشرق الأوسط هيبقى في صدى مهمة لها لأنها هتقول ربما بشكل واضح لأول مرة مصر شايف إجرائيا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائي ممتاز آخر سؤال في دقيقة إذا تكرمت أستاذ دي هذه القمة أو الدورة الواحد وسبعين تحمل عنوانا كبيرا سوريا السكينة المغروسة في قلب المنطقة العربية في الوقت الحالي في قمة عن المهاجرين واللاجئين تعقد بكرة لكن أيضا في قمة هينظمها أو هينظمها رئيس ماركي باراك أوباما وربما يكون منتظر منها التزامات أكتر من قبل الدول ليستقبال مزيد من اللاجئين لعملية التدفق الكبير والواسع لحركة اللاجئين سوريا هل سنلاقي أي بديرة أمل حقيقية بعد ما يخلص أسبوع النقاشات الخاص بالأم المتحدة شو بي يعني أنا عادة طبيعة المتفائل لكن ده في حياتي الخاصة لكن ممكن في موضوع السياسة ساعات بقى متفائل في موضوع السوري أصبحت أكثر تفاؤلا أكثر تفاؤلا لأنه أولا على مستوى العربي هناك تعديل كبير وواضح في وبات نظر بعض الأطراف العربية من طريقة حل المشكلة السورية والأزمة السورية اقترابا من موقف المصر وده موشر وده احنا شفناه مع دول رئيسي في الخليج تحديدا المستوى الدولي كمان احنا شفنا زي ما حدك قلت من شوية أنه الموقف الروسي ازداد تمسكا برؤيته اه بس هدنة مترنحة واتفاق روسي امريكي محدش بيفصح عنه سر يعني من الأسرار ويعني أنا عايز تتأذم الأمور شوفي أنا دايما في السياسة فيه أمر لازم نبقى ندركه قارني اللحظة دي بكل غمضها واللغبطتها اللي كان عليها الأمر من سنة ونص إنه لابد من انهاء الوضع السوري الآن وهزيمة برشار الأسر وإقراجه الآن من سوري لا فيه اختلاف كبير ما بين الاثنين الاقتراب شيئا فشيئا من الحل السياسي وهو المشهد الأبرز الاعتراف بأنه هناك إرهاب في سوريا لم يكن اعتراف فيه قبل كده قبل كده كانوا يتقال مقاومة كلها يعني حتى فصائل المقاومة كانت يعني مخلوطة بداعش مخلوطة بجابة النصرة أصبح هناك تمايز الحل الأقرب للسياسي اللي هو الحل في رأي الخارجية المصرية والدولة المصرية دنتوا من الأول أقرب الآن إلى التحق نعم مشكرك شكرا جزيلا أستاذ دير رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا على هذا اللقاء شاهديننا متواصلين مع حضراتك وبعد الفاصل أزمة استيراد القمح